يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة ويا رب قطر افرحنا يا رب قطر افرحنا الاهلي النهاردة بيكسب الزمالك بيكسب كمان في يوتشر بيكسب في الكونفيدرلية التلاتة كسبه خارج الارض صحيح الزمالك كان بيلعب في الاسكندرية بس التوزروف في المباراة انه الفريق قبل يلعب مباراته في الاسكندرية على ارض نادي الزمالك ولكن هي تحسن مباراة زهاب خارج الارض والنهاردة اهل زمالك في يوتشر بيكسبوا خارج الارض حاجة عظمة وحاجة مفيش بعد كده ولو جيت للحق هو الطبيع ده اللي يحصل في كل المباراة لو بصيت على الكارة الافريقية دلوقتي سواء في دولة الابطال او في الكونفيدرلية مع كامل الاحترام للأسماء الكبيرة في الكارة الافريقية هما مش اقوى من الاهلي مش اقوى من الزمالك وضيف على كده كمان مش اقوى من بيرامد ولا اقوى من فيوتشر فنلعب كورة ونكسب ونحتكر البطولات نحتكر البطولات نقدر بسهولة وببساطة انا لما بطولة افريقية بتخرج من عند نادي او ما بيخدهاش نادي مصري بستغرب ما بفهمهاش النهاردة في مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري الاهلي نازل يلعب المباراة باسمه وتاريخه وعظمته الاتحاد المنستيري حقولها لك كده بصراحة مرعوب من الاهلي مرعوب من اسم الاهلي هو لا يعرف الاهلي يلعب بتشكيل عاملة ازاي لاعبين جدد من الموديل الفني ده لا لا هيطلع كويس ولا مش كويس لكن تتفرج النهاردة على اتحاد المنستيري وهو فريق قوي جدا وقلت لكم امبارح ده تاني الدوري التونسي فريق نقطتين فقد على الترجي وسابق الافريقي والصفاكس والنجم السحيلي وهذه الاندالة العظيمة ففريق كبير فريق قوي النهاردة مفيش كرة على الشناوي مفيش هجمة على الشناوي فريق كان حريص جدا دفاعين النهاردة وبفوز الاهلي هو اللي تأخر عليه والطبيع انه الاهلي كان يكسب المباراة النهاردة بس ده ليه فرقة خايفة من الاهلي خايفة من اسم الاهلي هقول لك حاجة انا كان بيبقى عندي تحفزات كثيرة وقلتها قبل كده في مباريات افريقية كثيرة للاهلي على مدار التلات سنين اللي وصل فيه من نادي الاهلي للنهائي وكسب بطولتين بس في مباريات كنت بازعل انه الفرق خايفة من الاهلي والاهلي حريص قدامها طيب انت حريص ليه ده هم خايفين اصلا من اسمك من حيث المبدأ كده انت داخل بدرقتين تلاتة متفوق عليهم باسمك وتاريخك قبل ما نلعب كورة استغل ده النهاردة الاهلي استغل ده وكان هو اللي بيهاجب وكان هو اللي بيستحوز على الكورة وهو اللي كسب المباراة هو ده الاهلي زي ما بيحصل في اوروبا ايه اللي بيحصل في اوروبا لما فرقة تيجي تلعب ريال مدريد حتى لو ريال مدريد مش في حالة جيدة الفرقة بتخسر قدام ريال مدريد في دورة ابطال اوروبا بسم الله الرحمن الرحيم كده من قبل ما نلعب ليه اسمه تاريخ وانجازات وبطولات وانادي القرن في اوروبا نفس الامر هنا ينطبق على الاهلي وعز مالك وعلى الاندية المصرية اللي عندها تشكيلة واجهزة فنية افضل من كل الفرقة اللي موجودة في القرن الافريقية فلعب باسمك ولعب بتاريخك او لعب بامكانياتك لأهل النهاردة عمل ده فكسب المباراة